قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وأشار جوتيريش في كلمته بافتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جينيب أن أزمة كورونا زادت من الفجوات ونقاط الضعف ودعم المساواة وظهور مشاكل جديدة بما في ذلك مجال حقوق الإنسان والانتهاكات وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن فقدان الوظائف وزيادة الديون والانخفاض الحاد في الدخل أثر على حياة مئات الملايين كما قال إن تدعيات الوباء انعكست سلبا بشكل أكثر على النساء والأقليات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين واللائجين والمهاجرين